استهدار الأسئلة سنجيب الآن عليها وأيضا سنعرض لحضراتكم القصة الكاملة لسقوط كبري أحمد عرابي من خلال تغطيتنا الآن في البداية دعونا نذكر حضراتكم سريعا بما حدث أمس بشكل مجال قبل أن نوفيكم بآخر التطورات والتحديثات كبري المشاب شارع أحمد عرابي بحي العجوزة بالجيزة حدث به سقوط بشكل جزئي صباح يوم أمس مما أدى لتوقف حركة المرور وتسبب هذا الحادث في وجود كثافات مرورية عالية بشارع أحمد عرابي في المهندسين مع تكدس مروري لحركة السيارات بمناطق المهندسين وأيضا الطريق الدائري والقادم من إنبابة والوراء جاء ذلك نتيجة استضام سيارة نقل بالكبري مما أدى إلى تحرك جزء من جسم الكبري وسقوطه من على الأعمدة الخرصانية الحاملة له على السيارة التي استضمت به وذلك في الاتجاه القادم إلى مناطق إنبابة والمونيرة الغربية والبراجيل دون وقوع أية إصابات أو تلفيات دا كان مجز لما حدث أمس والآن دعونا نعرض لحضراتكم الجديد في هذه الواقعة الأجهزة الأمنية بالجهزة استدعت مالك السيارة النقل والذي تسبب في سقوط جزء من كبري المشافي شارع أحمد عرابي لاستجوابه حول ملابسات هذا الحادث وقال مالك السيارة إن السيارة كانت بحوزة سائق يعمل عليها لنقل الأسفلت وإن هو المتسبب أو من مسؤول عن ارتكاب هذا الحادث وطرق السيارة ولاذا بالفرار. وقدم مالك السيارة بجميع المعلومات حول هوية أصائف ومحل إقامته بمدينة أوسيم ووجه اللواء هاني شعروي مدير المباحث الجنائية بإرسال عدة مأموريات لمنزله والمناطق التي اعتاد التردد عليها لاحتمالية عدم عودته لمنزله بعد هروبه وكشفت التحريات أن السيارة تبين عدم موجود عطل فني في الصندوق القلاب بها وإنما يعني نسيه الصائق مفتوحا وغير مبالي أو غير مقدر لمسافة الارتفاع ما بينه وما بين الكبري فاصطدم به بشدة مما أدى لانفصال جزء من الكبري وسقوطه. وفي سياق متصل انتقل اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إلى موقع سقوط جزء من كبري المشاب شرع أحمد عرابي والتقى باللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال معينة موقع الحادث وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا واسعا لإتاحة الفرصة للأوناش لرفع جسم الكبري مرة أخرى لإعادة تسهير حركة الطريق. أيضا أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة التحولات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال بالكامل وتم تعيين الخدمات الأمنية والمرورية اللازمة لتسهير الحركة المرورية وذلك لحين الانتهاء من فتح الطريق لضمان آمن وسلامة المواطنين. وعين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقع سقوط جزء من كبري مشاه أحمد عرابي والمقام أمام عمر فنزي بنطاق حي العجوزة. وذلك نتيجة استضام سيارة نقل به مما أدى إلى تحارب جزء من جسم الكبري وسقوطه من على الأعمدة الخرصانية الحاملة له على السيارة التي استضمت به. أيضا خرج محافظ الجيزة بعض التصريحات وقال أنه تم الدفع بعدد من المعدات والأوناش اللازمة لرفع الكبري وسرعة إعادة فتح الطريق لعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها. تم أيضا توفير سيارات الإسعاد والإطفاء بموقع الأعمال كأحد الإجراءات الاحترازية المتبعة للتأمين. لكن لم تكن هناك أي إصابات أو تلافيات. ووجه محافظ الجيزة بضرورة تعليق محددات الارتفاع لقائد المركبات لتحديد الارتفاعات المسموح بها لعبور السيارات من أسفل كباري المشاه وذلك حفاظا على أمن وسلامة المواطنين. وتعتبر هذه خطوة همة جدا وهي أن يتم معرفة المسافات. وعن العقوبة التي تنتظر هذا الصائق فقد حددتها المادة 162 من قانون العقوبات وهي عقوبة كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام. وكل من قطع أو أتلف أشجار المغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المنتزهات أو في الأسواق أو في الميازين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدهتين العقوبتين. أيضا نصت المادة 90 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات. كل من خرب عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام فضلا عن الحكم على الجاني في كل الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أيضا أتلفها أو قام بقطعها. هذه كانت العقوبات التي ينص عليها القانون بالنسبة لهذه الواقع. مشاهدين طبعا ما زالت التحقيات مستمرة والبحث مستمر عن الصائق المتسبب في هذا الحادث والذي طرق موقع الحادث ولاذا بالفرار. وكانت هذه آخر التطورات والتفاصيل بشأن هذه الواقع. لمزيد من التفاصيل زروا موقعنا صدى البلد الإخباري. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. شكرا للمشاهدة.